شارك وزير شؤون شباب والرياضة سعادة سيد أيمن بن توفيق المؤيد في فعاليات منتدى الشباب الدولي الذي عقد في جمهورية روسيا الاتحادية وأكد المؤيد خلال المنتدى أن مملكة البحرين وضعت استراتيجية واضحة لتمكين الشباب في مختلف المجالات وطبقت مرتكزات العمل الشبابي كما أشار إلى أبرز مبادرات البحرين في مواجهة تحديات الشباب وقال إن المملكة أطلقت صندوق الأمل للمساهمة في حل المشكلات التي تتعلق بالشباب ورصد المهارات والكفاءات الوطنية وتعزيز إسهامها في التنمياء وأضاف الوزير أن البحرين تتيح للشباب المساهمة في تحديد الاستراتيجيات عبر إشراكهم في قمة الشباب والتي يلتقون خلالها مع كبار المسؤولين لمناقشة التحديات بكل شفافية والاستماع إلى الحلول ووضع الإطار التنفيذي لتطبيق المقترحات